أكد رئيس روسيف لاديمر بوتين أن أوكرانيا تشن هجومها المضاد من أربعة محاور وخسائرها على الجبهة شبه كارثية نفياً تحقيقها أي نجاح ولفت بوتين إلى أن أوكرانيا مع ذلك خسرت نحو ثلث العربات التي حصلت عليها من الغرب الهجوم المضاد بدأ منذ الرابع من شهر الجار على محاور عدة لم ينجح العدو في أي منها ويتلقى خسائر يمكن وصفها بالكارثية لقد خسروا خلال هذه الفترة ثلث المعيدات التي حصلوا عليها من الغرب وذلك راجع لأسلحتنا عالية الدقة ويشمن ذلك 160 دبابة وأكثر من 360 عاربة مصفحة من مختلف الأصناف